السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام من قناة اليمن من اليمن وحيكم في مستهل أخبارنا لهذه الفترة بادئا إياها بسم الله الرحمن الرحيم عقدت جلسة للجنة الأسرة والمعتقلين مساء أمس في قصر بيان بدولة الكويت بحضور مندوب من الأمم المتحدة اللجنة استانفت مناقشة اتفاق المبادئ المتعلق بالأسرة والمعتقلين هذا ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة النقاشة حول اتفاق المبادئ في جلسة اليوم ممثلوا الوفد الوطني باللجنة طالبوا بالكشف عن مصير الأسرة والمعتقلين لدى دول العدوان وتحديدا الإمارات والسعودية والذين تم تسليمهم من قبل المرتزقة بعد أسرهم في الجبهات الداخلية كما أكد ممثلوا الوفد الوطني على ضرورة أن يتخذ الطرف الآخر خطوات مماثلة بشأن إفراج الجيش واللجان الشعبية عن مئات المعتقلين والأسرة من المغرر بهم خلال الفترة الماضية وكانت عملية الفراج تتم من طرف واحد ممتازات الجيش واللجان الشعبية اشتركوا في القناة